ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من العاصمة القاهرة محمد الأصمر رئيس مركز الأمة الليبية للدراسات الاستراتيجية سيد الأصمر الاجتماع الليبي بالقاهرة غداً لماذا يركز بالتحديد على مصار الدستور الليبي؟ أهلاً وسهلاً مرحباً حياكم الله كل المسارات الدولية والأممية التي تسير بشأن الملف الليبي اتخذت من بيان القاهرة منطلقاً ومتكأ لها خاصة أن هذا البيان الصادر في السادس من يونيو لاقت رحيباً من كل الأطراف التهية والتوطئة كانت هنا بقوة وباقتدار أيضاً رأينا نتائج جيدة جداً في اجتماعات 5 زي 5 للجنة العسكرية والأمنية التي التأمت في 28 من ستمبر لقاء وفد من الوفاق مع الحكومة المصرية لأول مرة من البرلمانيين وأعضاء المسجر أعلى للدولة كانت في 9 من ستمبر زيارة المشيخ لفا حفتر وعقيل صالح في 23 أيضاً من ذات الشهر كل ذلك يأتي في إطار تهية والترتيبات للمؤتمر الجامع عن صح التعبير بجينيف لتنفيذ مخرجات برلين المتوقفة منذ فبراير الماضي وبالتالي هذه الزيارة تأتي في إطار استكمال هذه الحلقات للملف الأمني والعسكري للملف السياسي الملف الاقتصادي بعد برلين لم يناقش إلا هنا في القاهرة وبالتالي كل الملفات خيوطها تتجمع هنا في القاهرة الليبيون يجدون في مصر مناخ مناسب وبيئة خصمة وجيدة للحوار بدون أي ضغوطات نعم ما الذي تغير في الأمر المشاركون في هذا الاجتماع غداً هم من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالتحديد كانوا يرفضون أي بيانات تصدر عن القاهرة فيما مضى ما الذي تغير الآن؟ الحقيقة رأينا تصريحات منذ شهر يوليو من حكومة الوفاق تشير ولو بشيء من الاستحياء بقبول التواصل مع مصر سبقتها تصريحات من تركيا اللي يريدون العداء مع مصر بعد أن حددت مصر توجهها السياسي بإعلان القاهرة وخطاب العشرون من يونيو بشأن الخطوط الحمراء والعنق الأمني والاستراتيجي لمصر كقوة رادعة جعل من المعادلة تتغير بالنسبة لهم ولا ننسى أن ضغطاً أممياً بعد تحديداً بعد لقاء السفير الأمريكي مع عقيلة صالح هنا في القاهرة أصبح الدول الأمريكي ضاغط أكثر على الجميع وتفعيل لجنتي الحوار يذكر أن لجنتي الحوار المشكلة من مجلس النواب من الشارع الأعلى للدولة كصيغة هي موجودة أصلاً منذ ديسمبر 2015 ضمن مخرجات الصخيرات وارتكازاً عن المادة 15 وبعض الملحقات من الملحق الثالث وبالتالي كانت بادرة ومنطلقاً للقاء الطرفين وأيضاً بقبول مصر من ناحية دولية الهوام المتحدة قبلت بالمبادرة أمريكا، روسيا، الاتحاد الأوروبي وهي كلها دول ضاغطة بل ومؤترة ولعب رئيسي في الملف الليبي طيب وبالتالي سيد الأسمر ما هو المرجو، ما هو المأمول من هذا الاجتماع في القاهرة غداً؟ يجب أن ندرك جيداً أن كل اجتماعات القاهرة نتائجها ستحال إلى اجتماع جينيف جينيف العقدة في جينيف أو في غيرها ولكن هم مقرر لهم برلين كذلك اللي بدالك هذه الشماعات نسميها اجتماعات تهية أو مباحاتات الشماعات خمسة زائد خمسة العسكرية والأمنية اللي التأمت في الغرطق ببيانة للمبعدة الأمم المتحدة أن نتائجها سيتم عرضها في جينيف أيضاً التوافقات المبدئية لأن جينيف مراد منه أن ينتج عنه بياناً ملزماً للجميع وبالتالي يجب الحقيقة تداول جدول الأعمال ووجهات النظر المختلفة التي يمكن التخلص منها في المرحلة المبدئية لوصول إلى راءة أكثر توافقية وبالتالي سيتم الحديث بالدرجة الأولى على النقاط المهمة التي سيتم تناولها في جينيف وهي إنتاج مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وحكومة من رئيس ونائبين حسب بيان القاهرة ومقتح رئيس مجلس النواب بالمناطق الإقليمية المجمعات الانتخابية ثلاثة طرابلس وبرقة وفزان وهذه أهم نقطة سينطرق منها حوار جينيف وهو أهم نقاص سيتم تداوله الآن أيضاً سيتم نقاش إذا ما بعد إفراز هذا الجسم وهو الاتجاه إلى نتاج دستور بعد أحداث إعلان دستوري مؤقت وهذا معليه بلجنة سيغة الدستور الذي ربما أن يكون يحضر منها ثلاثة أعضاء من اللجنة الدائمة لهذا الغرض وبالتالي فإن النقاشات والتهية في المجال السياسي التي تكتمل الصورة مع ما تم الوصول إليه في التامر والعشرون من سبتمبر بخصوص الملف العسكري والأمني أشكرك شكراً جزيلاً ضيفنا من العاصمة القاهرة محمد الأصمر رئيس مركز لومباليبي لأدراسات الاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر